فالتشدد في الدين نهان عنه حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ياكم والغلوه في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلوه في الدين يا سيدي التربية المتشددة مش بس بتقوم على الفهم المتشدد للدين لا على الفهم المتشدد للحياة كلها على فكرة مش مشكلة التربية المتشددة إنك بتحرك الإنسان من خلال إن انت بتخليه يبقى قاسي لكن الأسوأ إنه بتحرك أهم ثلاث مشاعر مسؤولة عن الاضطراب النفسي التربية المتشددة بتحرك أهم ثلاث مشاعر مسؤولة عن الاضطراب النفسي أول ما يحصل خلل في واحد منهم من واحد الاضطراب النفسي اللهم إيه الخوف والحزن والغضب فبتحركوا بالخوف وبتحركوا بالحزن وبتحركوا بالغضب وده بيظهر في إيه بقى إحنا عندنا مظاهر كتيرة للتربية المتشددة منا خمس مظاهر مشهورة أوي مشهورين أوي عندنا أول حاجة عدم قبول الخطأ التربية المتشددة آه واحد يبقى نعرف إزاي أنت تربيةك متشددة أن أنت ما تقبلش خطأ ودي مشكلة المرب البحث عن الكمال اللي هم بيستلوح على تسميته البرفكشانست أن ابن استحالة يغلط ولا تطلع العيبة من بقه ولا تلعت العيبة طب لو طلعت العيبة يبقى إيه يبقى ينكأ نكسره عشان ما تطلعش العيبة تاني أنت عايز تربيه ولا عايز تضيعه أنا ما فهمش خالص أن الواحد يعمل بمعنى الغلط أن يبقى نكسره فممكن نضربه على فكرة وممكن نهينه وسط الناس ممكن نحسسه بالصغار وبالعار إيه ده هو ده تربية التربية يعني أن نتخليه أحسن وإنت كده خليته أحسن أنت دلوقتي لوسته ولوست باطنه مع أن الخطأ على فكرة الخطأ يا سادة جزء من رحلة الإنسان في التعلم ولذلك أن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ أنسي أنا وما استكروها عليه وكل ابن أدم خطاء وخير الخطائين التوابون فأنت عايز تعمل إيه عايز تعاكس مراد الله في الخلق عشان أنت تبقى ربيت كويس لا أنت مش ربيت كويس ولا حاجة أنت أزيت كويس وتعالي أحكي لك على الناس اللي أولادهم عملوا فيهم كده الأولاد تروا شكلهم إيه الإنسان لو أخطأ فبقى الخطأ عنده مرتبط بالإحساس بالعار وبالخزلان بيفتح له باب كبير للتطرف وباب كبير جدا 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 ليه فساد الحياة والتشدد وكراهية الناس ما هو كده كده ما حدش بيقبني فإيه اللي حاصل فاستبيع بقى فلما بنستعجل هانا إيه اللي بيحصل ما بندهمش وقت إنهم يتعلموا وإيه اللي حاصل ويحصل هذا الكلام ويتوغل فيهم أي بذرة محتاجة وقت تتروي عشان تنبت وعشان كده ما نستعجلش مش يمكن الأخلاق فأولادنا لما تطلع وتاخد وقتها لإنه إحنا مستعجل ليه عشان ما يغلطش لإنه لو غلط فيه وقت عيضيع وإحنا مش عايزينه وقت يضيع عايزينه من الأول مرة يبقى حسن الأخلاق يا سيدي لازم يعرف ويمشي في الطريق ما هو مش هيطير هو لازم يمشي لازم يبقى بنا آدم ما يمرش بالله أنا مرت به وبعدين يعني ما هو بنا آدم عشان كده الاستعجل ممكن ممكن يخلي الأخلاق ما تتمكنش من أولادنا لكن تخليهم يتعاملوا معها على إنها بتحقق لهم منفعة لما نربط بينهم وبين إنهم لو عملوا الفعل الفلاني هيكون مقابل شيء أو إنهم بيعملوا الفعل العلاني غروب من العقاب لكن مش حب في العمل مش حب في الأخلاق تاني حاجة يظهر بقى التشدد في التربية استعظم بقى الزنب يا نها ربيض أنت تركت صلاة هتروح في أم ربنا أنت مش عارف أيام بينا عمل فيك إيه يا نها ربيض وزي ما شفتوا في الفيديوهات بتاعت الناس ديه اللي ترك صلاة يروح يقول لا إله إلا الله يغتسل ويقول لا إله إلا الله إيه يا عمل أنت تعمل في الناس كده ليه طب الاستعظام ده إحنا لا نستهنش بالصلاة إحنا بالرب الناس على تعظيم الصلاة بس تعالى كده وكأن الناس لما مرواش على صحيح البخاري أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم شغل الصحابة شغلوا عن صلاة العصر في يوم الخندق وجي سيدنا عمر وهو بيسبوا مشاركي القريش إنه ما شغلوه فلم يدرك صلاة العصر إلا بعد أن أفتر الصائم فاستعظم الزم دي أداة عند بعض المربين للأسف عشان ينفروا أولادهم من الزم فبيعظموا لهم الزم كأنه نهاية العالم فإذا أزنبوا فده شيء ممكن يجعل ربنا ما يقبلهمش تاني ويفضلوا يكرسوا فيهم إن أي زنب هيختم على قلوبهم وإن الزنب ده لا لا إحنا بنعلمهم إن الزنب ده عظيم لأنه في حق الله مش لأن الزنب في ذاته ده عظيم ويمنعك لا 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 الزنب ده عظيم في حق الله ولذلك لازم أعلمه إنه عشان يتوب يروح لربنا الرحيم فيعيشوا والزنب ده عظيم عندهم الزنب في نفسه مع إن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يروح رب العزة في الحديث القدسي ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا أتيك بقرابها مغفرة يبقى إيه اللي حاصل ترجمة نانسي قنقر